السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة الكرام أخوة فاضلات معكم أسفا صادق وصلنا في المحاضرة السابقة إلى نهاية الفصل السادس من منهج نظم التشغيل الأكاديمي وللتذكير فقط يعني بالبداية نعتذر عن التأخير في شرح الفصل السابع إلا أنه صادفت أنه نهاية السنة الدراسية والأطلة الصيفية فمثل ما وعدناكم أنه نبدأ بكمال المنهج مع بداية السنة الدراسية الجديدة يعني تقريبا بعض الجامعات لم تبدأ الى حد الآن إلا أنه على كل حام الأحوال راح نكمل إن شاء الله شرح الكتاب مثل ما ذكرنا سابقا نحن قاعد نعتمد على الكتاب المصدرية والمنهجي المؤتمد في أغلب الجامعات العالمية واللي هو الوبريتيك سستيم كونسفتس اللي هو مثل ما يسمونه كتاب دينا صورات الأصدار اللي قاعد نستخدمه حاليا في الشرح هو الأصدار التاسع طبعا هو هذا الكتاب المؤلفين طبعا هذا الأصدار التاسع من سنة 2013 الفصل السابع مثل ما هو واضح التوقف القاتل واللي هو عملية تحصل في نظام التشغيل أو حالة تحصل في نظم التشغيل بسبب وجود عدة عمليات متزامنة كل منها تمتلك بعض الموارد وتطلب موارد أخرى في حين العمليات الأخرى تمتلك بعض الموارد الأخرى وتطلب هذه الموارد وبالتالي يعني كأنه دائما يعني أبسط تعبير لها مثل انه إذا كان لديك إشارة اه في اتجاه واحد اه وكان هناك سيارة قادمة من اليمين وسيارة قادمة من اليسار وهو يعني على الجسر بحيث أنه لا السيارة الأولى تستطيع إكمال طريقها ولا السيارة الثانية تستطيع إكمال طريقها كلهما يعني تمتلك جزء من الطريق وتريد استخدام جزء الآخر في حين السيارة الأخرى تمتلك جزء من الطريق وتريد استخدام جزء الآخر فبالتالي راح يحصل أنه هنا ما يسمى بالتوقف القاتل هذا تشبيه بالضبط هو ما يحصل فيه نظم التشغيل ولكن بدلا من وجود السيارات والجسر ذو الاتجاه الواحد سيكون لدينا عمليات اللي هي عبارة عن برامج قيد التنفيذ وموارد اللي هي قد تكون يعني الميموري أو سي بيو أو أمبت أو أوتوت مثل ما راح نشوف بعد قليل هذا الفاصل مثل ما راح نشوف إن شاء الله راح بالبداية نشرح للسيستم موديل اللي هو نموذج النظام اللي نتحدث عنه يعني عندما نتحدث عن سيستم يعني كنظام تشغيل أو كنظام حاسبة ما هي الأمور التي نتوقع وجودها به يعني بعد ذلك نتوقع حصول الديدلوك القصائص أو المواصفات أو الشروط التي بموجبها يحصل لديدلوك طرق معالجة الديدلوك أو التعامل مع الديدلوك هو ليه تتضمن الديدلوك بريفنشن منع حصول الديدلوك الديدلوك أفويدنس اللي هو تجنب حصول الديدلوك وديدلوك ديتكشن الكشف عن حصول الديدلوك وبعد ذلك إذا حصلنا الديدلوك الريكابري فروم ديدلوك يعني كيف نستطيع إرجاع النظام إلى حالته الطبيعية بعد حصول حالة الديدلوك كل هذه الأمور إن شاء الله راح نتحدث عنها في هذا الفصل خلنا نبدأ على بركة الله أيضا مثل ما ذكرنا الـ الهداف من هذا الفصل هو وصف الديدلوك وكيف يحصل يعني وكيفية واللي هو طبعا يعني عبارة عن منع مجموعة من العمليات المتزامنة من الإكمال عملها بسبب يعني حصول حالة معينة بعد ذلك راح نعرض مجموعة من الطرق للتعامل مع الديدلوك مثل ما ذكرنا المنع والتجنب وبعد ذلك الريكابري الاسترجاع من هذا الديدلوك عند هصوله أول شي راح نتحدث عنه هو السيستم موديل اللي هو نموذج النظام اللي هي يعني الحاسبة أو نظام التشغيل أو نظام الحاسوب الذي نعمل عليه يتكوى من الأمور التالية طبعا السيستم كونسست of resources يعني كل نظام يتكوى من موارد هنا نعبر عنها بحرف الـ R كبير resource 1 resource 2 إلى resource M اللي هو يعني عدنا M من resources M من الموارد وطبعا عندما نذكر كلمة resources نقصد بها أما CPU cycles اللي هو زمن التنفيذ في داخل المعالج أو الميموري space اللي هو حيز في الذاكرة أو input output devices اللي هي أجهزة الإدخال والإخراج يعني نفترض أنه في كل لحظة من اللحظات هناك مجموعة من العمليات تطلب تخصيص الموارد لها يعني لدينا عملية writing مثلا كتابة إلى CD writer إذا كان لدينا مثلا هذا جهاز الإدخال والإخراج فهذا جهاز الإدخال والإخراج إذا كان مشغولا أصلا بعملية أخرى هذه العملية يجب أن تنتظر ممكن أن العملية تحتاج أنه تخزن في الذاكرة ممكن أن العملية تحتاج إلى تنفيذ في داخل المعالج فعندما نقول resources نقصد بيها معالج أو ذاكرة أو أجهزة إدخال والإخراج وطبعا كل resource يمتلك مجموعة من النسخ instances هناك instance يعني ترجمتها هي نسخة اللي أيضا راح نعبر عنها بالWI يعني مثلا إذا كان لدينا المعالج يتكون من مجموعة من النواة يعني الملتي كور CPU إذا كان لدينا مثلا 4 core CPU هذه معناتها يكون من عندها أربعة instances إذا كانت الذاكرة اللي موجودة أدنى تتكون أيضا من مجموعة modules يعني أجزاء أو مقسم الذاكرة إلى عدة أجزاء أيضا كل واحدة من أتنين راح تعتبر instance نسخة أو جزء أيضا باللسبة لأجهزة الإدخال والإخراج إذا كان لدينا ثنين keyboard أو ثنين mouse أو ثنين CD writer أو DVD writer مربوطة إلى الحاسبة كل واحدة من أتنين راح تعتبر instance فقد يكون لدينا مورد يتكون من مجموعة من النسخ وطبعا كل عملية ستحصل على هذه الموارد بالطريقة التالية أولا تطلب المورد ثم تقوم باستخدامه ثم تقوم بتحريره بعد اكتمال التنفيذ في داخل هذا المورد يعني هذا هو التسلسل الذي ستتبعه كل العمليات عندما تقوم بطلب مورد معين الـ Deadlock Characterizations اللي هي الأمور التي يجب أن تحصل في نفس الوقت لكي يحصل لدينا Deadlock Deadlock طبعا يحصل إذا توفرت الشروط الأربعة التالية سميلتين وسلي سميلتين وسلي معناتها في نفس الوقت آنيا لحظيا يعني في نفس الثانية أو في نفس اللحظة أثناء التنفيذ يجب أن تتحقق كل هذه الشروط لكي يحصل لدينا Deadlock الشرط الأولي هو Mutual Exclusion اللي هو ترجمة الحرفية أيضا الاستبعاد المتبادل أي أنه إذا كان لدينا كل عملية تقوم بإمساك الرسورس لا تسمح للعمليات الأخرى بمسكيه يعني فقط هناك عملية واحدة في الوقت الواحد تستطيع استخدام الرسورس إذا كان لدينا عمليات تقبل المشاركة مع بقية العمليات الأخرى في هذا الرسورس فهذا الشرط لن يتحقق يعني إذا كان لدينا مثلا جهاز ذاكرة ممكن يسمح بعملية الـ Input Output اللي هو Reading والWriting اللي أدت عمليات في نفس الوقت فلن تحصل لدينا عملية Mutual Exclusion الشرط الثاني اللي هو Hold and Wait اللي هو المسك والانتظار يحصل طبعا عندما تكون لدينا عمليات معينة تقوم بالإمساك يعني تقوم بالاحتفاظ بالأقل مورد واحد وتنتظر الحصول على مورد إضافية أخرى يعني العملية رقم واحد تمسك المورد رقم واحد وتنتظر المورد رقم اثنيا والعملية رقم اثنيا تمسك المورد رقم اثنيا وتنتظر المورد رقم واحد وكلهما في حالة انتظار وكلهما لا تسمح للأخرى بالاستمرار فهذه ما تسمى hold and wait الشرط الثالث اللي هو عدم وجود حق الشفعة أي أنه المورد لا يمكن تحريره من العملية بشكل طوعي إلا بعد أن تقوم العملية هي بتحريره يعني بعض الأحيان مثل ما ذكرنا في الوصول السابقة كانتنا الـ preemption والـ non-preemption أنه إذا كان لدينا مورد يعني يعمل على حفات عملية معينة يعني إذا كان لدينا المعالج يقوم بتنفيذ عملية معينة وفي نفس الوقت وصلت عملية أخرى أكثر أولوية أو أكثر أهمية هل يستطيع المعالج ترك العملية الحالية والانتقال إلى العملية الواصلة حادثا اللي هي أكثر أولوية أو لا هذا هو ما يسمى الـ preemption إذا كان لدينا preemption يعني وجود حق الشفعة فلن يتكون لدينا deadlock أما ذا لم يكن لدينا preemption يعني نوع preemption فعند ذلك ستكون لدينا حالة deadlock يعني على الأقل تحقق الشرط الثالث من شروط حصول deadlock الشرط الأخير اللي هو أيضا شرط مهم جدا اللي هو الـ circular weight اللي هو الانتظار الدائري يعني نفترض أنه لدينا مجموعة من العمليات في النظام P1 P2 إلى PN تنتظر بعضها البعض الآخر بحيث أنه العملية الأولى P1 تنتظر المورد الممسوك من قبل العملية P1 والعملية P1 تنتظر المورد الممسوك من قبل العملية P2 والعملية P2 تنتظر المورد الممسوك من قبل P3 وهكذا وصولنا إلى العملية القبل الأخيرة تنتظر المورد الممسوك من قبل العملية الأخيرة والعملية الأخيرة تنتظر المورد الممسوك من قبل العملية الأولى فبالتالي لاحظة أنه يكون هناك دائرة متكاملة يعني دائرة مغلقة كل واحدة من العمليات تنتظر فد مورد معين ولكنه المورد ممسوك من قبل العملية الأخرى وهكذا إلى أن تكتمل الدائرة إذا تحققت كل هذه الشروط الأربعة في أي لحظة زمنية من عمل المعالج فبالتالي راح يحصل عندنا ما يسمى بالديدلوك اللي هو التوقف القاتل طبعا الديدلوك يمكن أن يحصل بسبب اللي هو نداءات النظام اللي تحدثنا عنها في الفصل الأول أو بسبب اللوكس اللي هي الأقفال اللي أيضا تحدثنا عنها في فصل السنكرونيزيشن كمثال بسيط على هذا الموضوع موجود في الصفحة 318 من الكتاب واللي هي أيضا يعني نستطيع هنا مشاهدتها هنا الصفحة 318 من الكتاب في فصل السابع ديدلوكس هنا أنا أكود نفذ مثال بسيط اللي هو عبارة عن أيضا يعني ميوتور إكسيكلوجين هنا طبعا Void, Do, Work, One, Void, Parameters P-Thread, Mutex, Look, First, Mutex و Second, Mutex هنا طبعا Do, Some, Work هنا أنا أعرفنا في The Mutex اللي مثل ما تعرفنا هنا في الفصول السابقة هنا كل اللي راح يسوي أنه يقوم بتعريف First Mutex ثم Second Mutex بعد ذلك يقوم بالUnlock يعني تحرير Second ثم First هتلاحظة أنه Second قريبة من Second والFirst قريبة من First يعني ما يصير عندنا تداخل بالموضوع هذه هي العملية الأولى العملية الثانية طبعا راح تقوم أيضا يعني Do, Work, Two هذه أيضا عملية أخرى تقوم بتعريف The Mutex Second Mutex ثم First Mutex هذا عنده التعريف بالبداية Do, Some, Work طبعا بعد ذلك تقوم بتحرير Unlock First Mutex وال Second Mutex فتلاحظة هنا أنه في لحظة زمنية معينة إذا كانت العملية الأولى تمسك الميوتكس الأول والعملية الثانية تمسك الميوتكس الثاني ثم بعد ذلك تأتي العملية الأولى تريد الميوتكس الثاني تجده ممسوك من قبل العملية الثانية ونفس الحالة العملية الثانية تريد الميوتكس الأول تجده ممسوك من قبل العملية الأولى فبالتالي في هذه اللحظة الزمنية واللي هي نفسها هذه اللحظة الزمنية كل العمليتين ستبقى في حالة انتظار يعني Hold and Wait كل واحدة تمسك Mutex اللي هو الميوتكس أو القفل اللي تحدثنا عنه في الفصول السابقة تمسك فد رسورس معين وتطلب رسورس الآخر وبنفس الوقت يعني بالعكس العملية الثانية أيضا تمسك رسورس الأول وتطلب رسورس الآخر فبالتالي كل العمليتين ستبقى في حالة Hold and Wait يعني كدهما تبقى في حالة توقف قاتل إلى أن يحصل في الشيء معين اللي هو طبعا الهاندلينج اللي هو طرق التعامل مع الديدلوك اللي رح نتعتاد عنها إن شاء الله في المحاضرات القادمة نرجع نكمل الشرح مالتنا فمثل ما ذكرنا الديدلوك ممكن أن يحصل بسبب الـ System Calls أو الميوتكس لوكس أو اللوكينج الموجودة اللي تحدثنا عنها في الفصول السابقة لكي نقوم بتمثيل النظام بطريقة رسومية يسهل فهمها رح نستخدم ما يسمى بالـ Resource Allocation Graph اللي هو مخطط تخصيص الموارد هذا المخطط هو عبارة عن فترسم بسيط رح نقوم برسمه فقط لغرض يعني حل المسائل يعني الرياضية أو مرياضية وإنما يعني الأسئلة الخاصة بهذا الفصل بحيث أنه رح تتكون من مجموعة من العقد ومجموعة من الـ Edges الـ Edges اللي هي عبارة عن يعني الخطوط اللي تربط هذه العقد الـ Vertices اللي هي العقد أو النودات رح تتكون من مجموعتين مجموعة اللي هي الـ Processes طبعاً لأنه الـ Process العملية الحرف الأول من أنها P رح نسميه P1, P2, P3 إلى آخره هذه هي مجموعة كل الـ Processes الموجودة في النظام طبعاً كل الـ Processes الموجودة في النظام في لحظة زمنية معينة لأنه حنا مثل ما نعرف تدعاً من عمل النظام حتى انتهاء عمله تظهر Processes معينة وتختفي يعني تأتي إلى المعالج وتخرج من عنده اعتماداً على حاجة الـ System Program أو الـ User Program أو إلى آخره من الأنواع الـ Program الـ Resources أيضاً لأنه الـ Resources كموارد تبدأ بحرف الـ R رح نسميه R1, R2, R3 إلى RM وهنا نلاحظ بأنه الـ Processes N والـ Resources M مشرطة تكون بنفس المقدار مشرطة تكون لدينا خمس عمليات وبالتالي لدينا خمس موارد في النظام يعني ما كو علاقة بيناتهم الـ N والـ M تختلف وهذا أيضاً رح تكون هي مجموعة كل الموارد الموجودة في النظام طبعاً وكل واحدة منتهم في داخلها أكون Instances أيضاً هنا نهدني الـ Vertices مثل ما ذكرنا هدني النودات اللي رح تكون موجودة في الرسم العقد أو الخطوط أو الـ Edges هي الخطوط المستقيمة أو النهايات اللي رح تربطها رح تكون من نوعين Request Edge و Assignment Edge Request Edge هو عبارة عن طلب اللي هو يعني خط الطلب والذي يكون عبارة عن سهم يتجه من الـ Process إلى Resource بمعنى أنه هذه الـ Process تطلب تخصيص هذا الرسورس لها الـ Process تطلب تخصيص هذا الرسورس الـ Assignment Edge اللي هو عبارة عن يعني خط التخصيص أيضاً رح يكون عبارة عن سهم يعني ذو نهاية مدببة ينطلق من الـ Resource إلى الـ Process بمعنى أنه هذا الرسورس خصصة إلى هذه العملية يعني هذا الرسورس حالياً مخصص إلى هذه العملية ولذلك سميناه Assignment تخصيص يعني أي أنه هذا الرسورس تم تخصيصه يعني شي طبيعي نحن نعرف أنه في البداية العملية تطلب هذا الرسورس وبعد أن يكون فارغاً يعني غير مشغول من قبل أي عملية أخرى رح يتم تخصيص هذا الرسورس إلى هذه العملية فرح نشوف هنا أمثلة بسيطة عن هذا الموضوع الـ Process طبعاً رح يعبر عنها بدائرة الرسورس رح يخليها على شكل مستطيل أو مربع يحتوي في داخله أيضاً على عدد النسخ لأنه مثل ما ذكرنا الرسورس الواحد ممكن أن يحتوي على مجموعة نسخ يعني هذه عبارة عن ذاكرة كبيرة مثلاً Random Access Memory تحتوي على 4 modules مثلاً أو معالج يحتوي على 4 cores أو 4 kernels إلى آخر فهنا أيضاً عندنا هذا request instance هذه البروزس طلع من أدها فالسهم انتجه إلى هذا الرسورس وبالتالي هذه البروزس تطلب هذا الرسورس السهم إذا كان بالاتجاه المعاكس معناته طبعاً هنا رح يتجه من الرسورس من أحد النسخ الخاصة بهذا الرسورس إلى هذه العملية بمعنى أنه هذا الرسورس حالياً أو هذا الانستانس من هذا الرسورس حالياً مخصص إلى هذه البروزس هذا طبعاً عندنا في المثال على resource allocation graph البروزس الأولى تطلب الرسورس الأول في حين هو مخصص حالياً إلى البروزس الثانية واللي البروزس الثاني تمتلك الرسورس الأول ولكنها تطلب الرسورس الثالث والذي هو في هذه الحالة مخصص إلى البروستس الثالثة أيضاً أكد نفذ رسورس الثاني أحد نسخه مخصصة إلى البروستس الثانية والنسخة الأخرى مخصصة إلى البروستس الأولى أما الرسورس الرابع الذي يحتوي على ثلاثة نسخ فهو غير مخصص لأي عملية في هذه اللحظة فهذا هو مجرد مثال على الرسورس ألوكيشن غراف هنانا أدنا أيضاً رسورس ألوكيشن غراف يعني هناك توقف قاتل موجود في هذا الرسم من إن إج يعني جاء تلاحظ أنه الفرق بين هذا المخطط وهذا المخطط هو فقط هذا السهم بدون وجود هذا السهم يعني في الحالة السابقة كان أكو عندنا البروستس الأولى رح تطلب طالبه الرسورس الأول الرسورس الأول مخصص للبروستس الثانية البروستس الثانية طالبه الرسورس الثالث اللي هو مخصص للبروستس الثالثة في لحظة زمنية معينة البروستس الثالثة ستكمل عملها من هذا الرسورس فينتهي هذا الخط يعني هذا السهم رح ينتهي لأنه البروستس الثالثة مهما يكون من الزمن يعني لازم أكفد فترة زمنية محددة ينتهي بعدها حاجة هذه البروستس إلى هذا الرسورس فعندما يعني يزال هذا السهم من المخطط عند ذلك راح يكون هذا الانستانس يعني فري حرا لكي يتمي تخصيصه إلى البروستس الثانية وأيضا البروستس الثانية راح تقوم تحصل على ما تريده في فترة زمنية محددة ثم بعد ذلك تقوم بتحريره وأيضا يعني بعد أن تقوم بتحريره تكمل عملها أيضا من الرسورس الأول وأيضا تقوم بتحريره وأخيرا الرسورس الأول يتم تخصيصه إلى البروستس الأولى فبالتالي كل العمليات ستحصل على كل الموارد التي تريدها لن يكون هناك توقف قاتل إلا أنه اللي حصل في الحال الثاني أنه مجرد أنه قمنا بإضافة هذا السهم أنه هذا البروستس تريد شيء من هذا الرسورس طبعا الرسورس هنا نعرف أنه فيه فقط عمليتين أو فقط نسختين النسخة الأولى مخصصة للبروستس الأولى والنسخة الثانية مخصصة للبروستس الثانية فبالتالي العملية الثالثة يجب أن تنتظر إلى أن واحدة من هذين العمليات تنهي عملها ويعني تقوم بتحرير هذا الانستانس لكي يتم تخصيصه للبروستس الثالثة إلا أنه يعني إضافة هذا السهم قام بخلق ما يسمى بالسايكل السايكل اللي هي مثل ما تلاحظه هنا أنا هذا السهم ثم هذا السهم ثم يعني هذا الاتجاه هذه السايكل الكبيرة وإيضاً يكون لدينا سايكل ثانية اللي هي الأسهم التي تكمل مع بعضها البعض دائرة إذا تكونت لدينا دائرة فهذا يعني حصول deadlock وإيضاً يعني هذا الشيء راح نشوفه هنا مثلاً أيضاً هنا هناك وعدنا سايكل موجودة هذا السهم وهذا السهم وهذا وهذا 24 راح يكون سايكل إلا أنه في نفس الوقت هناك دائرة ولكنه ليس هناك deadlock كيف نستطيع معرفة هذا الشيء من خلال القاعدة التالية طبعاً هذه basic facts حقائق أساسية يجب معرفتها أولاً إذا كان المخطط يحتوي على يعني no cycle إذا لم يكن هناك دوائر يعني إذا لم تكن الأسهم تكون مع بعضها البعض دائرة فهذا يعني أنه ليس هناك deadlock مثل ما شفنا في المخطط الأول أما إذا كان المخطط يحتوي على cycle فهنا أدنا two options أما إذا كان كل واحدة من الموارد يحتوي على instance واحد إذا كل واحد من الموارد يحتوي على نسخة واحدة فقط راح يتكون لدينا deadlock أما إذا كانت كل واحدة من الموارد تحتوي على مجموعة من النسخ several instances فهنا هنا أدنا possibility of deadlock يعني هناك احتمالية لحصول ال deadlock ولكنها ليست أكيدة كيف تستطيع معرفة هذا الشيء من خلال التتبع المنطقي يعني هنا سعرفنا أنه أدنا cycle ولكنه ليس هناك deadlock ما هو السبب؟ السبب أنه أولاً تحقق عدنا الشرط الأول اللي تحدثنا عن نستورة أنه أكو cycle ولكنه أكو several instances per resource type يعني هناك عدة نسخ من كل واحدة من الرسورس يعني نسخة الأولى نسخة الثانية نسخة الأولى نسخة الثانية يعني الرسورس الأولي أكون من عند النسختين والرسورس الثاني أكون من عند النسختين فهنا نتلاحظ أنه في لحظة زمنية معينة صحيح أنه هناك يعني circle أو cycle يعني كل واحدة من هذه الموارد أو كل واحدة من هذه العمليات تنتظر شيء معين إلا أنه بسبب وجود نسخة أخرى ال-P2 في لحظة من اللحظات ستكمل عمل يعني ستكمل استهلاك أو استخدام الرسورس الأول فهنا نرح تقوم بتحريره بعد أن يتم تحريره هذا الرسورس سيكون free ممكن تخصيصه مباشرة إلى البروستس الأولى فالبروستس الأولى حصلت ما تريد عليه هنا يعني هذا السهم راح يتحول من request إلى allocation يعني ينعكس تجاه السهم فبالتالي كسرت الحلقة there is no more circle أو cycle يعني في أي لحظة من اللحظات سيتم كسر هذه الحلقة بسبب وجود نسخة أخرى فهنا أيضا يعني كي تستطيع معرفة أنه هل هناك deadlock أو لا يجب أن تقوم بتتبع ال-resource allocation graph اللي هو مخطط تخصيص الموارد بشكل منطقي وهذه اللي أيضا راح تحرف عنه إن شاء الله في الدلوس القادمة إلى هنا طبعا أكملنا الجزء الأول من هذا الفصل في المحاضرة القادمة إن شاء الله هنتحدث عن methods for handling deadlocks اللي هو طرق التعامل مع deadlock فخليكم يا أنا شكرا جزيلا ومع السلامة